السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميسيز حنان الشريف ياريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي اول مرة تشاهد القناة الفيديو النهاردة مختلف شوية هنشوف في في الفيديو ده هنشوف بعض الوظائف وهنشوف بعديها بعض الامراض كتير بتساءل يعني ايه كحة بالانجليزي يعني ايه دوار يعني ايه نزلت برد يعني ايه صداع يعني ايه قلم في الازن هنشوف الامراض دي بالانجليزي اسمها ايه فيه كمان افعال كتير بنستخدمها في الانجليزي زي معنى ايه يقرأ يكتب يمشي يجري يطير وبستخدمها كتير في اللغة الانجليزية في اللغة الانجليزية وعايزين نعرفها اسمها ايه فيه صفات برضو بعديها هنشوف بعض الصفات يعني ايه مثلا املس يعني ايه صلب يعني ايه قديم يعني ايه جديد يعني ايه غالي يعني ايه رخيص باللغة الانجليزية. بتبادر لازهان كتير من اللي بيسأل يعني ايه باللغة الانجليزية. الكلمات دي يعني ايه باللغة الانجليزية. او الصفات دي معناها ايه بالانجليزي. هنشوفها مع بعض في الفيديو ده. اخر حاجة كمان هنشوفها في كلمات خاصة بتكون بالسفر. زي يعني ايه جواز سفر. يعني ايه شنطة سفر. يعني ايه امتعة. يعني ايه مسافر. اه في اخر الفيديو هنشوف الكلام ده. نبدأ اول حاجة نشوف مع بعض الوظائف. اللي هو ايه? عازف منفرد سواء مذكر او مؤنس. اللي هو قائد مسرحي. عندي اداة التعريف ذا. باستخدمها معروف انها اسمها ال. باستخدمها لما بيكون اولا باستخدمها مع كل مبادئة بحرف متحرك. وعرفنا الحروف المتحركة اللي هي الا والاي 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 والاو واليو. بنطقها ذي. تمام كده? دانسر. دانسر اللي هو راقص او راقصة. نتابع ونشوف. اوثر. اوثر اللي هو مؤلف. رايتر. رايتر. كاتب. موسيقار. كلينر. 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 هي كلينز دا سكول. اللي هو عامل نظافة وينظف المدرسة. دي كمسال يعني جملة في الجملة دي. ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ مفكر. شوب اسيستاند. شوب اسيستاند. اللي هو بائع في محل. اللي هو حارس شرفة اللي هي مصففة شعر للسيدات اللي هو حلاق للرجال خياطة للسيدات اللي هو الترزي للرجال اللي هو الحرة فيه فلاح اللي هي فلاحة اتمنى ان كده بكده بيخلصنا الوظائف واتمنى ان نكون احنا عرفنا الوظائف يعني ايه باللغة الانجليزية نشوف بعد كده عندي الامراض اسمها ايه بالانجليزي نتابع مع بعض نكمل الكحة 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 نتابع ونشوف باقي الامراض عندي كلمة مريض يعني مريض مريض اللي هو ايه الم في المعدة اللي هو ايه الم في الأزن وعرفنا اني بستخدم ا في الكلمات اللي هي بتبدأ بحرف ساكن انا بستخدم ان مع الكلمات اللي هي بتبدأ بحرف متحرك زل ا 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 او ا نا نكمل مع بعض نشوف باقي الامراض li ديزي. فيل ديزي. اللي هو يشعر بدوار يعني دوخة بيحس بالدوخة دايخ. فيل سك. فيل سك. اللي هو يشعر آآ يشعر بالتعب او بالمرض. عندي كلمة سك يعني مريض. آآ اللي هو ايه مريض. نتابع مع بعض ونشوف باجي الامراض. آآ كولد. آآ كولد. اللي هو نزلت برد. وعندي اللي هي ايه آآ حمى. آآ بكده يبقى خلصت بعض الامراض. وأتمنى تكونوا استفدتوا من آآ من الاسم بتاعها وعرفتوا الاسم بتاعها. هنتابع بعض كده مع بعض ونشوف الافعال باستخدمها اللي باستخدمها كتير في الانجليزي. نتابع مع بعض نكمل. هيرت هيرت اللي هو ايه يقلم. وتيجي بمعنى يجرح برضو او يؤذي. نتابع مع بعض. باور. باور. اللي هو ايه يصب او يسكب. شب. يعني يقطع شب. ووك. ووك. يمشي. مش بنطقها. ووك. هاري. هاري. اللي هو يسرى. بريك. بريك. اللي هو ايه? يكسر. ولو هستخدمها كفير بيكسر. لو هستخدمها كناون. اللي هي ايه? آآ فسحة. ريبير. ريبير. اللي هو ايه? يصلح. كليك. اللي هو ايه? ينقر. وبستخدمها آآ لما بنقر مع على الماوس بتاع الكمبيوتر مسلا. ينقر. اللي هو يكتب مش بنطقها. اللي هو ينفق زي ما وضح في الصورة وفي لها معنى تاني اللي هو يعني يقضي او ينفق بس هنا عشان زي ما نوضح الصورة هنا اللي هو ينفق. ويقضي تيجي برضو مع الاجازة يعني لو عايزة آآ استخدمها آآ يقضي اجازة يقضي. شو شو يعرض. وتيجي معنى آآ يوضح يعرض او يوضح او يبين. ولو قلت آآ شو اللي هو عرض. كناون يعني. كاس. نتابع ونشوف بباقي الافعال. بغاية هنا اوكي. لت سي سي. ويت. ويت. اللي هو ينتظر او تنتظر هنا. باس ستوب. موجه في الاتو بيس. ووك. ووك. يمشي. وقت. وقت. ويتد. ويتد. شو. شو. هنا عندي آآ دي باستخدمها في التصريف تاني الفعل. زي ما عرفنا جبل كده في زمن الماضي البسيط. ده التصريف التاني ماشى. آآ يمشي. آآ ماشى. آآ ينتظر الماضي منها. بطيك لقى ايه دي. انتظره. عرضه او وضحه او بيانه. آآ هنا الافعال متصرف في زمن الماضي البسيط. نتابع مع بعض ونشوف. اللي هو يأخذ الدواء او تأخذ الدواء سوى مفرد او مذكر. آآ اللي هو يرتدي ويا. اللي هو ايه يرتدي او يلبس. ليها النطجين يعني. بتاع الوصف بتاع الصوت بتاع الكلمة. نتابع مع بعض ونشوف باجي الافعال. اللي هو يلعب. يقرأ. زي ما واضح في الصورة. باستخدمه كتير في اللغة الانجليزية. بنحب نعرف يعني معنى ايه يقرأ. فلاي. فلاي. اللي هو يطير. دريم. دريم. اللي هو ايه يحلم. آآ في الصورة هنا زي ما بتحلم تروح مسلا في الفضاء. هلب. هلب. يساعد. انصالت. انصالت. اللي هو ايه يشتم او يوبخ. آآ بلانت. اللي هو ايه يزرع. وتيجي لو باستخدمها آآ كفير بيزرع. لكن لو باستخدمها كنوان كاس بمعنى نبات. تيك بيكتر. تيك بيكتر. اللي هو ايه يلتقط صورة. او. او. تيك فوتوغراف. تيك فوتوغراف. واختصارها. آآ فوتوغراف. اللي هي فوتو. اللي هي صورة. فوتوغرافية. يلتقط صورة. فوتوغرافية. لاف. لاف. اللي هو ايه يضحك. تيك. تيك. اللي هو ايه يعتقد او يفكر. نتابع برضو باقي الافعال. ريد. ريد اللي هو ايه يقرأ. بوت. بوت. اللي هو ايه يضع. رن. رن. يجري. بول. بول. اللي هو ايه يجر او يسحب. وهنا عندي برضو بول. بول. اللي هو ايه يجر او يسحب. او بين. او بين. اللي هو ايه يفتح. آآ عكسها دي او بزيت. كلوز. كلوز. اللي هو ايه يغلق. سبري. 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 اللي هو ايه يرش. زي ما بينا في الصورة هنا. واضح في الصورة. هنا عندي بعض الانشطة. اكتيفيتز. اكتيفيتز. اللي هي الانشطة. بلاي سبورتز. اللي هو يلعب رياضات. سينج اسونج. سينج اسونج. اللي هو يغني اغنية. لسين تو ميوزيك. اللي هو يستمع الى الموسيقى. تيك فوتوز. تيك فوتوز. اللي هو يلتقط صور. فوتوغرافية. درو بيكترز. درو بيكترز. اللي هو يرسم الصور. كليكت ماغنيتز. كليكت ماغنيتز. اللي هو يجمع اه مغانتز. اللي هي المغناطيس. داياجنوز. داياجنوز. اللي هو ايه يفحص. اه بستخدمها زي الطبيب هنا. دكتر داياجنوزيس. اه 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 بوي او دا سيك بوي. بوش. بوش. اللي هو ايه يدفع. خدنا اه بول. اللي هو يجر او يسحب. عكسها ايه. بوش. بوش. يدفع. ايت. ايت. يأكل. سيل. سيل. اللي هو ايه يبحر. كري. 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 اللي هو يحمل. عندي فعل برضو. ايه يدفع. اللي هو يستيقظ. عندي فرب. ستادي. 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 اللي هو يدرس او يزاكر. هنا عندي بعض الافعال. او الاكتيفتز بعض الانشطة. اللي هو يلعب مع الاصدقاء. يذهب للمنزل. او تذهب للمنزل. انجوي. دا سكول داي. انجوي. دا سكول داي. اللي هو ايه يستمتع باليوم المدرسي. ايه يتبريد. ايه يأكل الخبز. هاذ بريكفاست. هاذ بريكفاست. اللي هو يتناول الافطار. درنك تي وذ ملك. درنك تي وذ ملك. اللي هو يشرب شاي بلبن. هاذ فن. هاذ فن. او انجوي. انجوي. اللي هو ايه يقضي وقت ممتع او يستمتع بوقته. بلو. 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 اللي هو ايه يحرس. يحرس اللي زي ما احنا شايفين هنا في الصورة بتوضح. يحرس الارض. توك. توك. اللي هو يتحدس. كده يبقى خلصنا لبعض الافعال اللي كنت حابة اعرفها لكم. هنشوف هنا بعض الصفات زي عندي ايه. تشيب. تشيب. تشيب اللي هو رخيص السمن. تشيب اللي هو ايه غالي السمن. صوفت صوفت اللي هو املس او ناعم. هارد هارد اللي هو ايه صلب وتيجي بمعنى برضو خشن او هائج. هارد اللي هو ايه قديم. عكسها جديد زي ما شايفين كده اه الصورة موضحة الفرج بين تابع مع بعض ونشوف باقي الصفات. ودن. ودن اللي هو ايه خشبي. متل. متل اللي هو ايه المعدن. وكده يبقى خلصت الصفات اللي كنت عايزة اه اوضحها. هنا عندي بعض الكلمات اللي بتعبر عن السفر. باسبورت. باسبورت اللي هو جواز السفر. سوت كيس. سوت كيس اللي هي ايه حقيبة السفر. كوين. كوين اللي هي العملة. ماني. ماني اللي هو نقود. دي بارتشر. دي بارتشرز. دي بارتشرز. اللي هو ايه الرحيل. عريفالز. عريفالز. اللي هو الوسول. يعني زي صالة الانتظار اللي هي بتاعت الوسول. عريفالز. الوسول. لاجيج. لاجيج. اللي هي الامتعة. سوت كيس اللي هي حقيبة واحدة. الامتعة. لغاية هنا تمام. اوكي. يلا نكمل. باسنجر. باسنجر. اللي هو ايه? المسافر. باسنجر. هنا في بعض الافعال بستخدمها مع اشارات المرور. آآ ستوب. ستوب اللي هو قف. اذهب. اذهب. يعني اعبر الطريق. اللي هو ايه? استمع. اللي هو انظر. في حتة برضو كنت عايز اوضحها آآ هنشوف مع بعض كده. بالنسبة الوسائل الموصلات باستخدم معها آآ حرف الجر باي. باي بلين. باي باس. باي كار. اغلب الموصلات بتاخد آآ لكن لما احب اقول سيرا على الاقدام. بتاخد حرف الجر. اللي هو سيرا على الاقدام. واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو ده. آآ وان شاء الله نكمل بعد كده في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.